والمزيد ينضم إلينا من أربيل القيادي في حركة التغيير فاخر محمد استاذ فاخر مرحبا بك قراءتك لعمليات الاعتقال التي طالت قيادين في حزب العمال الكردستاني إغلاق مقار وأيضا ناشطين وأضف إلى ذلك صحفيين كيف تقرأ جبهة التغيير هذه العمليات عمليات الاعتقال شكرا للاستضافة نحن في حركة التغيير نعتبر هذه الاعتقالات خاطئة وغير صحية لأن هذه الحزب البككة لديه إجازة ممارسة مهنة سياسية في جمهورية عراق الفدرال ويعتبر العراق موحد من الزاخو إلى فاو بدليل ذلك له حق هذا الحزب أن يمارس ممارسة سياسية وممارسة التنظيمات في كافة المحافظات العراقية مع أقليم كردستان مع الأسف الشديد قام الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني قبل يومين باعتقال خمسين أعضاء من حزب البككة في مناطق كلار طابعة لسلطة الاتحاد الوطني طيب هل هناك تهم هذا عمليات الاعتقال استاذ فاخر هل مذكرات هل صدرت عن أو نتجت عن مذكرات لهذه العمليات هل هو اعتقال قانوني يعني ناشطون وصحفيون كانوا يتابعون فيلما وثائقيا هذا يأتي في إطار حرية التعبير أليس كذلك نعم يعتبر منع حرية التعبير ويخالف ولم يوافق مع أهداف تأسيس الحزب الاتحاد الوطني كردستان لأنه أهداف هذا الحزب منذ تأسيس هو أهدافه الحرية والاشتراكية مع الأسف لا يوجد الحرية والاشتراكية في سياسة الاتحاد الوطني الكردستاني مع الأسف الشديد لأنه هذه الاعتقال يعتبر الحالة السيئة وغير سياسية وغير ديمقراطية يعتبر منع عمل الصحافة أو منع عمل التنظيمات السياسية في هذه المنطقة أستاذ فاخر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني لاوند جلال قال في نشرة السابقة قال أنه تعرضنا في الاتحاد إلى ضغوط تركية وإيرانية للقيام بعمليات الاعتقال وأيضا هناك من يرى أن عمليات الاعتقال التي طالت حزب العمال الكردستاني هي نتاج وانعكاس لزيارة الرئيس برهم صالح إلى تركيا أليس كذلك؟ بالضبط كلامك صحيح لأنه هذا ليس كلامي هذا كلام مراقبين أستاذ فاخر نعم حتى لو كان كلام مراقبين اعتبر هذا كلام صحيح لأنه في إحداث 16 أكتوبر بعد إحداث 16 أكتوبر يعني منذ سنة وأكثر من سنة تم إغلاق مطار السليمانية من قبل دولة تركيا بعدما سافر الرئيس الجمهورية العراق الفيدرال الدكتور برهم صالح إلى دولة تركيا وجدنا أنه يوجد نوع من العلاقة أو تطور بين علاقة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والدولة التركية ولذا لدينا معلومات بأنه دولة تركيا طالبت من دكتور برهم صالح بمنع ممارسة حزب البككة مهامهم السياسية وتظيمية في ملاتقهم هل هذا سيفتح التنسيق؟ هل هناك سيكون التنسيق في الأيام المقبلة للقضاء على حزب العمال الكردستاني في شمال العراق أو في قليم كردستان؟ ليس بمقدرتهم أن يقومون بقضاء على هذه الحركة الكبيرة والقوية في كردستان الكبير أي في كردستان الشمال وكردستان الجنوب وكردستان الشرق والغرب مع هذا نوع من التنازل أو شيء من هذا النوع كإتعاد وطني قام أستاذ فخر إلى أين تتجه الأمور الآن في السليمانية؟ هناك حديث أنه ستكون هناك تداعيات لعمليات الاعتقالات هذه التي طالت قيادات في حزب العمال الكردستاني وستؤثر على الوضع الأمني في السليمانية؟ نعم بالفعل تأثر هذه بشكل كامل في منطقة الاتحاد الوطني كردستاني من الكلار إلى السليمانية إلى شمشمال إلى الرانية أدى إلى النتائج مرحبة في هذه المناطق وأدى إلى تدهور الوضع الأمني في منطقة النفوذ الاتحاد الوطني طيب بأقل من دقيقة ما هو دوركم الآن لتخفيف هذا التصعيد؟ نحن في حركة تغيير ومع المنظمات الغيرة الحزبية والنشطاء السياسيين سوف نقوم بدور الوساطة مع الاتحاد الوطني الكردستاني ومع جانب الحزب الألبككة لكي يصل إلى نتيجة ومع هذا اليوم وصلنا إلى نتيجة لأنه اليوم تم دفراج عن المعتقلين الألبككة في محافظة السليمانية القيادي في حركة تغيير من أربيل كان معنا فاخر محمد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر